تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 260 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 154 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 16 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 36 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 90 طن أسمنت وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 12 طن دقيق مدعم أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 287 قضية من بينها 93 قضية خبز نقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات